رغم بعدها الجغرافي إلا أن خريطة المصالح التي تربط الدول العربية بأطراف الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا لها تأثيراتها وتداعياتها على المنطقة بسبب ارتباط تلك المصالح بمجالات حيوية واستراتيجية الدورة الاستثنائية الطارئة لجمعية العامة الأمم المتحدة صوتت بإذانة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا بموافقة 141 عضوا بينما اتسم موقف الجامعة العربية من الحرب الروسية الأوكرانية بالحياد وإبداء القلق الكبير من التطورات المتلاحقة وما ينجم عنها من تبعات معهد الشرق الأوسط للأبحاث حذر من أزمة خطيرة واحتجاجات شعبية قد تضرب العديد من الدول العربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي سيعرقل وصول القمح لتلك الدول التي تعتمد على استيراد القمح الروسي أو الأوكراني بالدرجة الأولى لسد حاجاتها المحلية مثل اليمن ولبنان وليبيا ومصر وتونس والجزائر وهي في عمومها دول تعاني من أزمات معيشية قد تزيد معاناة شعوبها جراء ارتفاعات محتملة في أسعار القمح فيما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية تضاعف حاجة العراق من القمح بسبب الجفاف الذي يحد من الإنتاج المحلي ما يضع العراق أيضا ضمن دائرة الدول المعرضة لأزمة غذائية كبيرة وبحسب صحيفة The National البريطانية فإن التكلفة الإضافية لنظام الغذائي الهش في العراق سترتفع بسبب اعتماد البلاد بشكل رئيس على أوكرانيا وروسيا في توفير احتياجاته من القمح الدول العربية قد تواجه تحديات كبيرة وستجد نفسها مضطرة إلى الموازنة بين علاقاتها مع الدول الغربية من جهة وعلاقاتها مع روسيا التي تربطها مصالح مشتركة مع عدد من الدول العربية من جهة أخرى ما يجعلها تسير بحذر شديد لضمان الاستفادة من الفرص التي قد يوفرها النزاع دون أن تخلق مزيدا من الضغوط على نفسها أو تضر بعلاقتها مع أحد طرفي الحرب